أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدأ تلقي طلبات المواطنين بالإسماعيلية راغبين في إحلال سياراتهم المتقادمة التي مر على تصنيعها سنة عشرون عاماً فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبعية وأشارت إلى أن إحلال المركبات يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة ومتطورة وصديقة للبيئة بأسعار تنفسية في إطار جهود الدولة للحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعثات الكربونية الضارة وأوضحت أن التوسع التدريجي مستمر في المحافظات وفقاً لتوافر البنية التحتية المطلوبة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبعية بما يساعد على تعزيز جهود التحول الأخضر